ترجمة نانسي قنقر ولما علم هذا الجاني لما علم بأن الزهراء عليه السلام خلف الباب ضرب الباب بقوة ليكسر جنبها الله أكبر ودخل النسماء في صدرها صح؟ النسماء صدخل في صدرها صح؟ هذا الذي حصل علي وين كان جالس؟ ما شاء الله علي وين جالس؟ أما هذا الاعتداء فكان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأن القوم كانوا قادمين لقتاله علي وين؟ ليش ما قتلهم؟ القوم كانوا قادمين لقتل الحسنان ليش ما قتلوهم؟ ليش ما قتلوهم طيب ليش ما قتلوهم؟ قتل الحسنان ليش ما قتلوهم طيب؟ قتل الحسنان سيد حيدر أنت ترسل ولا تستقبل سيد حيدر لحظة 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 الآن سيد حيدر أصبح يرسل ولا يستقبل حتى يحظم السلام ولذلك ولذلك قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام لما استشهد أهحمة بدون سند كلام باطن بدون سند طيب خليني يكمل خليني يكمل الآن السيد حيدر لما سألته سؤال جوهري أصبح يرسل ولا يستقبل لما سيد محمد ما كان في البس كان عنده اتصال فأنا ألزمته أريد أن أحشره في هذه المسألة فصار يرسل ولا يستقبل قلت له هل الرسول أمر علي بأن لا يدافع عن فاطمة لأن هذه أمه كارثة هل النبي يأمر بالقبيح يا جماعة يأمر علي أن لا يدافع عن فاطمة قال لا لا أمره بالصبر إيش علاقة الصبر بأن لا يدافع عن الله ضربوا فاطمة ودخلوا المصبى في صدرها وعلي جالس مستمتع بالمشاهدة أي عقل يقبل هذا إن دافع ليش ما دافع عليها وقتلهم ليش ما قتلهم هذا دفاع عن نفس يترككم يضربونها فاطمة بالله عليكم يا جماعة وين بنوهاش بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا ومرحبا بكم نواصل ما بدأناه حول موضوع كسر الدرع حول كسر الدرع فاطمة الزهراء رضي الله عنها ونلزم الشيعة بما هو مسطر في كتبهم فبما أنهم لعبوا على حبل المظلومية وهذه المظلومية نتائجها انقلبت عليهم سلبيا فخرج منها معصومهم ضعيفا دليلا مهانا مدموما مخدولا مضحورا قالوا أنه كان ملتزما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألا يحارب وألا يدافع على زوجته ويجلس يتفرج عليها وهي تقتل أمامه هو هي وابنه الذي في بطنها فكما يقول المثل الشعبي جائك حلها أعماها هكذا هم الرافضة كلما حاولوا أن يدافعوا عن المعصوم إلا وطعنوا في الله أو رسوله لكن لنذهب لكتبهم ونرى ماذا يقول علي رضي الله عنه في متر هذه المواقف لأنه القدوة عند الشيعة فهل المعصوم يقول شيئا وينصح به ويفعل عكسه لنرى ما سيقوله هل ينطبق مع قول شيعته أنه إمام معصوم عنده الولاية التكوينية ويملك سيف دولفقار أو دولفقار الذي نزل هدية له من السماء ويجلس يتفرج على رجال دخلوا بيته ويتدون على زوجته حتى تسقط ما في بطنها وهو لا يحرك ساكنا لكن لنرى ماذا يقول المعصوم علي في كتبهم إذا دخل اللص على رجل في بيته ولم يدافع هذا أمامنا كتاب الكافي لألكوليني الجزء الخامس صفحة واحد وخمسين يقول تحت باب الرجل يدفع عن نفسه اللص الحديث الثاني علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الله عز وجل لا يمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب إن الله عز وجل لا يمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب سبحان الله علي بن أبي طالب عند السبائية يمقته الله لأنه لم يدافع عن بيته وأهله وبذلك يكون عند السبائية معصومان يمقتهم الله الأول علي بن أبي طالب لأنه لم يدافع عن بيته وأهله والمعصوم الثاني هو ابنه الحسن لأنه كان مزواج مطلاق حسب ما ورد في كتبه نواصل مع الحديث الثالث وبإثناده أن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف حتى يعمه بالسيف وهذه من طوام الشيعة السبائية في حق علي رضي الله عنه والآن لنقرأ ماذا يقول علي بن أبي طالب في هذه الرواية رقم أربعة علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن رجلين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقه لنقرأ المهزلة التي توجد على الهام شرقم 2 يقول وقد مرت معنا ثلاث روايات هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب كما هو المذهب إذن علي بن أبي طالب ليس على مذهبكم لأنه لم يدافع لم يدافع عن نفسه ولا عن جوجته ولا عن بيته وقال الشهيد الثاني لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعلي كان قادر ولم يفعل وعدم لحوق درر والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم وعلي لم يدافع عن حريمه مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام وهو قد استسلمه فإن عجز ورجى السلام بالكف والهارب وقد ذكرت بأنه هرب إلى العالية علي هرب إلى العالية إذن علي اختار هذا الخيار واجب وإما المدافع عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلام واجب وإلا فلا وهذا كتاب الكافي للكليني الجزء الخامس صفحة 52 عنده باب من قتل دون مظلمته من قتل دون مظلمته الحديث الأول محمد بن يحيا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون مظلمته فهو شهيد من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم يقول في الحديث الثاني وبهذا الإثناد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته قال جعلت في ذاك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك فقال يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق وفي الحديث الخامس يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن من ذكره عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تأخذ وإن خاف على نفسه القتل قال الإمام المعصوم نعم قلت وكذلك إن كانت معه امرأة قال نعم قلت وكذلك الأم والبنت وابنة الأم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل قال نعم قلت وكذلك المال يريدون أخذه في السفر فيمنعه وإن خاف القتل قال نعم فأين الكرار من كل هذا؟ أين الكرار من كل هذا؟ جعلوا الكرار فرار حاولوا اللعب على وتر المضلومية فانقلبت وبالا عليهم جعل الله كيدهم في نحرهم نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر